قولي لنا رمضان اللي جاي كل ساون طبيب مرة تانية احنا على ابواب بتجهزي ايه وتحضر اليد انا بعمل مسلسل نسل الاغراب سعيدي هو مسلسل سعيدي مع استاذ محمد سامي وبعمل الاختيار اتنين مع استاذ بيتر ميمي وطبعا كريم عبدالعزيز واحمد ميكي طبعا وطبعا في نسل الاغراب في استاذ امير قرارة استاذ احمد الساقة وطبعا مية عمر والاكشن كله احمد الساقة وامير قرارة ايوة ايوة ده ادى دور مختلف برضو بس امامة مية عمر برضو برضو اه ان شاء الله هتبنيها اقول تلك فيه كيميا محمد سامي ومية عمر اكتر من نجاح وان شاء الله يا رب كده دايما وان شاء الله واكتر من يعني ان شاء الله نروح للاختيار اتنين اكيد شفتي النجاح الساحق بتاع الاختيار واحد لما يعني الطلب منك تكون موجودة في الاختيار اتنين ايه حسيت بايه وان ده بس مش مجرد عمل فاني مسلسل هتزعف رمضان وانما ده بيقرخ لمراحل مهمة وتضحياته وبطولات كبيرة اوي طبعا ده انا يعني بدون كلام يعني انا طبعا ضيفة هناك لانه طبعا الستات ما ادوارهم مش كبيرة كله الشرطة والحاجات دي بيتكلموا عنها بس ده عمل وطني وفترة احنا عشناها فلازم نجسدها وكنت سعيدة ان انا اشتغلت في الاختيار اتنين ده انا كنت اتمنى كمان ان انا اشتغل في الاختيار واحد كنت تحب شخصية اتنين في الاختيار واحد من زوجات او امهات الشهداء لا هو انا بحب منسي المنسي طبعا انا بحب جدا الجيش بتاعنا ربنا يرحم المنسي طبعا ويرحم كل شهيد ضحى بنفسه عشان خاطرنا فانا بحب الجيش بحب الشرطة لان هما دول الناس اللي بيحمونا بعد ربنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى ثم جيشنا ربنا يبارك فيه يا رب ويبارك في الشرطة المصرية دول الناس يعني انا بحس قد ايه هما بيضحوا وهم بيبقوا حقت صد لنا يعني اللي هو احنا عايشين بنشتغل بنأكل بنشرب بنتفسح بنروح وبنيجي وهم وقفين عشان خاطر يحمونا هده بي ام شهيد او بطل في الاختيار اتنين لا هو انا ام اسماء يزيد اسماء ابو اليزيد ومفروض احمد ميكي هو يعني بتحبه هي وكده بس مش هقول بقى البيئة مش هقول البيئة خلاص مجمعت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة